الظروف لا تواني وتوافق الإنسان دوما يعني جاء صديقك إليك فتسلف منك مالا ووعدك إنه هيسدد لك هذا المال في وقت محدد وجاء وقت السداد وتبدل حاله وأعصر أو أعصر ولم يستطع أن يسدد الذي عليه يا ترى ما الذي ينبغي علينا أن نفعله هل نقدم الشكاة أو صلاة الأمانة إلى المحكمة ونفوز بأنه يسجن ونحرمه من أولاده ونفصله من شغله ولا ما الذي ينبغي علينا أن نفعله إحنا الآن نعيش ظروف صعبة هذه الظروف كثير من الناس كان فيها في حال الستر والكفاف ثم هو أصبح في حال الفقر وجميعنا فقراء إلى الله هنا نحتاج إلى قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لما يكون لك عند حد حق ويعصر ويتعذر عليه سداد حقك في الوقت المناسب أنظره ويسر عليه لأنك أنت المستفيد أنت مستفيد أن الله سيتجاوز عنك جزاء تجاوزك عن أخيك الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي لنا أن الملائكة تلقت روح رجل ممن كان قبلنا فقالوا له الملائكة هل عملت من الخير شيئا عمرك عملت عمل صالح قال كنت أيسر على الناس وفي رواية يقول ما عملت خيرا قد غير أنني كنت أقرد الناس وكنت أقول لصبياني وفتياني بيقول للمحاسبين بقى والناس اللي شغالين معاه إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة دا كان مبدأه أنه بيقرد الناس كرود حسنة من غير ربا وكمان لما حد يعصر في السداد أو يتعذر عليه الوفاء بالدين في الوقت المحدد يقول للصبياني بيقعه امهلوا الناس تجاوزوا عن الناس اصبروا على الناس ارفقوا بالناس ليه؟ لأنه هو باصص للمعاملة الأسمى والأفضل والتي هو سينتفع منها أكتر من انتفاع بالمال الذي سيأتي لعل الله أن يتجاوز عنا فقال الله عز وجل أنا أحق بالعفو منه لما انت بني آدم وبتعفو عن الناس أنا أحق وأنا العفو الكريم سبحانه وتعالى بالعفو منك أدخل الجن وفي رواية أن الله قال فتجاوزوا عنه جزاء على عمله الطيب جزاء من ربك عطاء حسابه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحديث دا يا جماعة افتكروا في الأيام دي بالذات يا أصحاب الأموال يا أثرياء المسلمين تذكروا هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام من أنظر معصرا فله بكل يوم مثله صدقة يقول بريدة صاحب روي هذا الحديث ثم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معصرا فله بكل يوم مثليه صدقة يعني سمعه في مرة بيقول اللي ينظر معثر له بكل يوم صدقة كأنه تصدق بهذا المال وسمعه في مرة تانية بيقول من أنظر معصرا فله كأن لو المال دا ألف جنيه فكأنه بكل يوم يعدي تصدق بألفين جنيه فقال يا رسول الله سمعتك تقول مرة فله بكل يوم مثله صدقة وسمعتك تقول في مرة أخرى بكل يوم مثليه صدقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين يعني أنت لو سلفت واحد شهر التلاتين يوم دول كأنك كل يوم بتتصدق بالمبلغ اللي أنت سلفته له سلفته ألف جنيه كأنك طول الشهر بتتصدق كل يوم بألف جنيه شفت ثواب تفريج قربات الناس ثواب القرد الحسن فله طيب له بكل يوم مثله صدقة ده قبل ما يحل وقت السداد فإذا حل وقت السداد وأنظرته برضو تاني وسمحته وأخرت وأمهلته لك بكل يوم مثليه صدقة كأنك في كل يوم بتتصدق بضعفي هذا المبلغ الذي أقردته لأخيك ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة كرب يوم القيامة ده يوم فيه كربات كربة واحدة كفيلة أنها تشيب الإنسان تشيب الطفل وقرأوا صورة التكوير وإنتوا تشوفوا كرب من كرب يوم القيامة اللي عاوز ربنا ينجيه من كرب يوم القيامة فلينفس عن معصر أو يضع عنه واحد معصر عليه فلوس لحد رح فك إعصاره نفس عنه ساعده أو لو أنت صاحب المال ضع عنه تنازل عن بعض المال أمهله تجاوز عنه إصفح عنه تجد أن معاملة الله للعبد هي من جنس معاملة العبد لغيره من الناس وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي الدين عن المدينين وأن يفرج كرب المكروبين وأن يوسع على المسلمين وأن يرخي أقواتهم ويبارك في أرزاقهم إنه هو الرزاق ذو الكوة المدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر